السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناتي وقناتكم بوزيان للطبخ نتمنى كامل تكونوا بخير و بصحة جيدة قبل أن نبدأ الفيديو عن نهار اليوم لا تنسوا أن تنضموا الجروب على الفيسبوك بوزيان للطبخ ثاني نضموا صفحتي على الانستغرام بوك ويزين طرواني وضع الرابط تحتها وصفة اليوم هي وصفة الخبز التركي هذا الخبز التركي الشاهير يأتي بزاف خفيف وطري وبنين أولا في المقادير سنحتاج مغرف كبيرة خميرة الخبز مغرف كبيرة على السكر كاس حليب يكون دافئ معيار الكاس مئتين ميلي لتر كاس على الماء دافئ دائما نفس الكاس وهنا لدينا نصف كاس تأزيت نفس الكاس نعبرو به كامل هذا المقادير هنا عندي ملعقة صغيرة ملح الملح يقال على حسب الدوق وعندي تم الفارينة كي نجمع العجين نضيف ملح أولا ما نبدأ بها نضيف الحليب يجب أن يكون دافئ لا يجب أن يكون حامي بثاف كي لا يضيع المفعول على الخميرة ثاني الماء يكون دافئ نفس الكاس نعبر بها كامل المقادير هنا عندي نصف كاس تأزيت نبدأ نخلط بالفوين نضيف الخميرة ونزيد لهم السكر ونبدأ نخلط ندوب مليح الخمارة والسكر ندوبهم في الحليب حتى الخمارة نشوفها كشغل اختافت لا يبقى الحبيبات من فوق في الحليب اللون الحليب يتحول ويقوم بشغل البني فاتح هنا ندوبهم مليح وهنا امر مل الخالط داب معايا نداب التكامل الخمارة في السكر والزيت والحليب والمدا فيه قصعة ونرونه فيها انا افضلت قصعة على اللوح افضلت نعجم فيها تنجم وتعجنه في بيترا انا اليوم ما بغيت نعجم في بيترا بغيت نستعمل غير يد التاعي هنا جبت فارينة على حسب الفارينة لا نقل لكم شعر بالتقريب انا جبت كمية من الفارينة وقعدت نزيد غير بشوية كما كتوفو هنا زيت المغرف صغيرة على الملح الملح تنجم الضعف والمغرف صغيرة على ملح لحسب الدوق هنا حطيت الملح الملح دائما نديروه مع التالي كما نعرفوه باش المفعولة على الخمارة ما يضيعش خلال الملح يؤثر على الخمارة نديروه مع الخمارة هنا نخلط اللولغة بالفوية انا نبغي نخلط هكا اللولغة بالفوية ندخل شوية الفارينة قد ما نشوف العجينة بدأت نتلم بعد ما حطي تلك الكميات على الفارينة هنا نبدأ نزيد في الفارينة ثم نخلط بالملعقة نخلط هنا بالملعقة الخشبية المغرفة على اللوح انا نبغي هذا الصورة على اللوح يجب أن تحسب بشكل تقليد هنا نخلط ملح حتى نتحصل العجينة تتلسق في اليد التي قد تكون طرية وخفيفة هنا كما تشوفوا بعد ما العجينة التاعية تلمت نجب ان ترفضوا بها قطعة نجب ان ترفضوا غبريد تاعكم انا غيبا شاكا كانت شوية الاسقاف نجيب هنا شوية فارينة نرشها على سطح الأعمال ونضع هذه العجينة عفوان سمحوا لي عين نترك في هذا الفيديو وغير بسيف نعود ان ندرك فيها بداخلها مليح شوية مش بكثير لقد قدمت العجينة التاعية سندخلوا فيها دخل فيها نجب ان ندرك فيها نضروا ان نجيبت بداخلها بداخلها لبعض العجينة وخمر ونقوم بلاح وننقوم بلاح تحتها لن تلصق لدينا العجينة في القطعان ونضعها في القوامتها كيف جاءت طريئة لا يجب أن تكون طريئة لا يجب أن تبسوها كثيرا هنا أدهنت الوجهة الثانية بشوية زيت كما تعرفون الحمان لا يجب أن نضعها كثيرا لنضعها 30 دقيقة إلى 40 دقيقة لن تخمر معكم ممليح نغلطها ونضعها بعد خمالت سوف تكون كما تخمرت سوف نحاول نهودها الثانية لنضعها لإنجب أن تبسوها ونهودها في القطعان ونقوم بإذن الازد ونقوم بقوامتها لنضعها لننضعها على كبيرة لكي نضعها على كبيرة لكي نضعها إلى الماء لنضعها على كبيرة نقسمها ونبدأ لنضعها ونضعها على كبيرة سوف تسقط معي قليلا سوف تشكل فيها لكي الوجهة الخبزة يأتي أملاس هنا أضع قليلا فارينة خليتها جانبا على جهة لكي لا تسقط معي ونضي لها نفس العملية لديها الكرة الأولى هنا رشيت قليلا فارينة فوق سطح العمل فوق طرابا نرش ثاني فوق الوجهة الخبزة ونبدأ نورق فيها هنا سوف نحاول نورقها كشغل جي طويلة شوفوا انتو مهنون نجمو تديرها كما خبز مرمى تعذر نجمو تديرها كطويلة كشغل مستطيل ولكن في الجوان بتاحد تشغلها كمكورة كم الخبزة نقعد نورق فيها مليح لتحصلوا على شكل يكون كشغل مستطيل وهنا مرمى ورقتها سوف نرفضها بالورق لكي لا تخسرش معاكم الشكل التاح نحاولها على الورق نرفضها غير بشوية هنا مدى بكم نديروا شوية على الفارينة من تحت باش ما ترسقش معاكم من ترفضوها هنا جبت السنين اللي يدخل في الكوشة وضعت لها ورقة الطبخ من تحت تنجمو تدهنوها بشوية زيت لما عندكم شو ورقة الطبخ وترشوا فوقها شوية على الفارينة هنا أنا جاتني شوية كبيرة على السنين ما عندي شنا سني كبير بزاف دي جا غي كوزينيار العادية أنا دورتها دورتها بشجيع لحسا بالسنين هنا شا نديروا نديروا لها كيس بلاستيكي ونخلوها تريح حتى الربع ساعة حتى الـ 25 دقيقة شوية تختامها ما قدرتها تخمر أنا خليتها أربع ساعة خمارة دروك الحمان بل الخوف تطلع شوفوا الحجم التاحر هذا الضعف هنا نتخلص منك الكيس بلاستيكي ودروك بس الأصبع التاعي هكذا نديروا وندوروا على الجانب التاحة كشغل نعاود ونديروا كورة واحدة أخرى كم تشوفوا هنا هادا التعريقة سهلة تنجمو ديروا بالأصبع تاعكم ثاني تنجمو ديروا بالدهر تاع المغرف ولا بالدهر تاع القارفو تاع الفرشت ماشي الفرشت فرشت دروك هنا عادرت بمور بكمل ديك الدوارة هنا ندير خطوطها كمايلين نديرهم بالعرض هنا ندرت بالعرض ونزيد ندير ثاني خطوطها بالطور ومور ما كملت هذه الخطوطة جبت هنا البيض صفار بيضاء زيت لها شوية حليب شوية زيت وندهن كامل الوجهة هذا الخبز وهنا مور ما دهنت هذا الخبز هذا الخالط يطيح لون برق عفوا انسيت لها هذا الخالط زيت لها شوية نسكافي سريع قهوة سريعات الدوابان أنا جبت هنا 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 فيهم حبة حلاوة وسانوج ونزحهم على كامل هذه الخطوطة ثم تريد نجمو نديرها في الوجه نجمو نديرها كما دلت انا كملت ندخل الخبزة التاعية للكوشة نشعل عليها من تحت كوشة كنت شعلها مقبل نشعل عليها من تحت بعدما يشوفها حمارة من تحت نشعل عليها من الفوق نديرها على درجة حرارة متوسطة ونزيدها لكي لا تنحرك معاكم أريد أن أرى لكم الشكل الزوج كما رأيتم في الأول كسمت العجينة على زوج الأولى درتها طويلة وهذا درتها كاري لكي ترى وهذا الخبز بعدما ترى ترى لون ذهبي شهي جبني وخفيف لا يتعب لا يوجد لا يوجد في دقائق قليلة ترى طيبه في الكوشة وراه واجد سوف نقسم معكم لكي ترى كيف ترى كما ترى ترى قسمها بالقطعة كيف ترى كيف ترى كيف ترى لكم نتمنى لعجبتكم وصفة اليوم لا تبخرونيش باشتراك في القناة فعلوا الجرس ليس لكم جديد تعليقاتكم إلى وصفة مقبلة بإذن الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر